بغيسي تحقي التابعة بغيسي تحيد النواحس عندك سحر او عندك تابعة او عندك نحوسات او عندك طاقة سلبية او عندك موانع او دائما تتخافي من السحر تجديد او انك دائما متبوعة في ولادك بصحتك في مالك في اولادك في زوجك لا بد دري هاد الوصفة هاد الوصفة صالحة لطرد التابعة من جذورها اذا تابعة هي نوع من الجن انك تتطابي بسحر تتطابي بعين تتطابي بحسد تولي عندك عقد تتولي تابعة كان الناس اللي ورتوها من والدهم كانت عندهم تابعة من السحر وورتوها لولادهم اذا تابعة الى كانت غادي تصيبك انتي وغادي تصيب ولادك وتصيب اي شخص عندك قاع الناس متبوعين فارزقهم واللي ما متبوعش فارزقهم متبوع في الجمال دياله واللي ما متبوعش في الجمال دياله متبوع في صحته واللي ما متبوع في صحته متبوع في سعده اذا التابعة من الجن والانس ولكن اقوى تابعة هي اقوى تابعة هي من الانس إذن صلوا كاملين على سيد الخلق وخلوا هل نفس التعليقات السلام عليكم يا أحباب شفية تنتمنى لكم حد سعيد تنتمنى ربي عونكم ويسخر لكم جنود الأرض والسماء يكونوا لكم عون وعين إذن ما تنسوا نشب لي لايك ودائما الدعم باش نواصلوا معكم ونجيبوا لكم وصفات لإن شاء الله عونكم على الأقل يكونوا تدري وصفاء أو جوج أو ثلاثة وتحسي بالفرق إن شاء الله وتحسي بالطاقة لإيجابية إن شاء الله إذن بغيتوا تحيدوا نحس والتابعة حاولوا إما تدروها الأربعة ولا تدروها السبت الناس اللي عندهم التابعة متبوعين شدوا شي حاجة في يديهم تتهرس ديما الصيارة واقفة لك ديما مهرسة لك شي حاجة في الصيارة ديما أنك تتعرضي الحوادث أو أنك أي حاجة شريتها تتهرس لك في يديك أو ما تعجبكش شريها وما تعجبكش كي الولد اللي مشي يخطبش حال من مرة عنده تابعات الزواج توقيف الحال في الزواج من أصل التابعة موروطة من الأب أو الأم دائما يمشي يخطب وما يقدرش يخطب لأنه تخاف ومتبوع وعنده طاقة سلبية عندنا التابعة اللي تقدر تورثها من جدودك من والدك متبوعين ولكن تغيير الحال من المحال تغيير الحال إلى غيرتي حالك غادي ربي عونك ويقدر هذه التابعة الموروطة تقدر تحيل إذن تابعة تنقطعها يوم الأربعة أربعة هي قطع التابعة عندنا وصفات يصرغينا حاولوا تدخلوا الوصفات وحاولوا أنكم تاخدوا وصفات من القناة ترى رائعين هذه الوصفات إذن نبغينا إن شاء الله بحول الله وقوته ناخدوا طاقة إيجابية من هاد الوصفة الوصفة اللي عندنا صالحة للصغير والكبير ولو أنه يكون صغير عنده غير سبع سنوات عنده تابعة إما ديما مريض وإما ديما يتفوه وإما داره راسه وإما دائما تتحسي به مقادر شقرة تيقولك ديما أنا عيان هادك تيكون متبوع من الزيادة دياله أو الوقت اللي تزاد أنا شابتوا شوحدة بعين ناقصة تيكون متبوع دائما إذن نبغينا إن شاء الله بحول الله وقوته نحصلوا على هاد الوصفة غادي ناخدوا سواك سواك المغربي سواك المغربي أو سواك اللي تيجيبوه عود الأرق توم زيان لطارد التابعة ولكن تاخدي سبعات الأعواد من الأرق إلا ما عندكم شهاد السواك إلا ما عندكم شهاد السواك المغربي السواك المغربي رائع في طرد التابعة إذن هاد السواك المغربي أو عود الأرق عود الأرق هو المسواك ديال السعودية اللي تيسوكوا به الرجال يوم الجمعة من تكونوا رايحين إلى تيمشي ويصليوا يوم الجمعة إذن نصليوا على سيد الخلق ونخليوا بالتعليقات وسبحان الله هاد الوصفة غادي اترد عليكم الموانع إذن هاد المسواك إلا كان عندي هاد السواك غادي إن شاء الله نحاول ناخدوا على نية هاد الغرض أرض التابعة تابعة اللي عندي مؤطرة لي على حالي على حوالي ما قدرتش نتقدم إلى الأمام دائما أنا متردد لا في الزواج لا في العمال لا في أي حاجة عندي تردد إذن هادك تردد منين إما من القارن ديالك وإما من التابعة اللي عندك وإما تتكون عندك طاقة سلبية أو عقد في الجسد ديالك إما عامل نفسي ولكن إلا كنت خلصني نتغلب على الموانع اللي عندي ونزيد القدام ودائما نزيد خطوة إلى الأمام إذن عدنا السواك أو عود الأرك سبعات العواد الأرك إلا ما كانش هاد السواك وغادي إن شاء الله ناخد هاد السواك وغادي ندوزه على الجسد ديالي غادي وانا تنقرأ صورة الفلق صورة الفلق نقرأ صورة الفلق حلاكة نقرأ صورة الفلق وأنا سنقرأ بدون عدد بدون عدد وأنا تنقرأ على هاد المسواك نقرأها على الجسد ديالي بدون عدد عدد ليك فيك في الجسد ديالك إذن هاد السواك غادي إن شاء الله نبيته في الملحة الملحة اللي غادي نقرأ عليها صورة قريش صورة الكافرون صورة الفلق صورة الناس تلاتة 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 آية الكرسي سبع مرات ولكن صورة الفلق غادي نقرأها على الجسد ديالي باش نطرد الموانع الجسد ديالي وهذا نبقى نقرأ على الرأس ديالي العدد اللي بغيتي الكاتف الأول اليمين نقرأ صورة الفلق العدد اللي حبيتي الناس صورة الفلق اليمين على اليسار الظهر كلا كان معك شخص ستعني به على النية ديال النكيبة غا ترضي الموانع إذن الموانع اللي عندك واقفين في حالك هي التابعة لمتبوعة في الجسد ديالك متبوعة في صحتك متبوعة في أي حاجة لقرأة لوالو تقمتلك ديما عندي عكوسات ديما عندي موانع ديما عندي توابع إذن هات التبخير ديال الملحة والسواك غادي نتبخر بهم يوم الأربعاء يوم السبس ولكن ليلة ليلة الأربعاء هو يوم التولتاء يوم التولتاء القرأة لعفل للين ونبيتها تحت السرير نبيتها تحت السرير السرير نديرها هي والملحة اللي قرأت عليها غادي يوم الأربعاء مع العصر مع العصر إذن ما عندكش لوقت يوم الأربعاء غادي تختاري يوم السبت الناس اللي غايقول ما عندناش السبت ما عندناش اذا يوم الاثنين مع العصر ولكن يوم الاربعاء او يوم السبت معروف لطرد التابعة تابعة لموقفة لك حالك في كل الامور او موقفة حالك لوليداتك او موقفة حالك في مالك كان الناس اللي تدلو ابسط حاجة هي الملحة غير يترتقوها في الدار يتحل لهم بزبت البيبان في تحل باب الفرج اذا اي حاجة دارت لك او كانت مديورة لك سبحان الله درت النية وحيت عليك الموانع وذكرت الله ربي تدير السبب تدير الاسباب لان الاسباب بيد الله تتوكلي على الله وتدير الوصفات الربانية او الوصفات العادية الشعبية بدون طلاصم بدون كلام مقلوم اذا غادي يكون عندك خير وبركة لان الله سبحانه وتعالى قادر يوهبك لانه هو الوهب هو اللي غادي يعطيك هو اللي غادي يمدك باي حاجة بغيتها لانك تستحق انك تكون ايجابية تستحق انك تكون ايجابي والطرد الموانع بزفت الناس اللي تخافوا من الزواج الولد بغي تزوج وخيف انه يتزوج البنت بغي تزوج ولكن خيفة عندها توابع اذا اتمنى لكم انكم ديروا هاد الوصفة ان شاء الله اذا غادي نبيتها تحت السرير الى كانوا صبعات الاعواد الارك غادي نديرهم في الملحة اللي قرأت عليها قراءة اللي اذكرت لكم اما هادي صورة الفلق فقط لحل العقد حل العقد التابعة تمني انه اي تابعة عندك تابعة الجن او الانس او تابعة اه موروطة او تابعة اللي تترسلك الحويج او تابعة اللي تديلك الفلوس او تابعة اللي تتخسر لك وجهك او تابعة اللي تتخليك ما تقريش دكري اي حاجة في وقت في فوقت انك تتدوري على الجسد ديالك وانتي تدكري الاسباب اللي عندك معرقلة اذا دكري الاسباب وحاولي انك تكوني انجابية ان شاء الله حاولوا انكم يوم الاربعة تديروا واحد مجمر زاهر فيه نار فيه الفحم شاعل مزيان نحط هاد سواك مع الملحة الملحة سترتق تكوني لابسة سروال باش ما الشهوب ديال الملحة ما يطيروش لك على رجليك نكون لابسة اي جيل باب فضفاد او عباية فضفادة تكون في اي لون نحاول ان ديك الملحة الملحة ترتق والهم تيتفرق الملحة ترتق اذا الملحة مزيانة ورائعة تتحيد الهم والغم اما السواك تحرق التابعة التابعة متى تبغيش سواك اذا غادي ناخد سواك مغربي او عود ارك هو المسواك ديال السعودية سبعات الاعواد الناس اللي باغين يطردوا التابعة ياخدوا المسواك ويتبخوه جيدا مع الملحة ويتشلوا به من بعد العومة ديالهم يبقوا واحد خمس دقائق اه يبقوا واحد خمس دقائق بعودوا تشلوا من هدف المسواك الملحة ويخرجوا رغادي حيدوا التوابع الغسلة يوم الاربعاء او يوم السبت اذا تنتمنى لكم حت سعيد تنتمنى ربي عونكم تنتمنى ربي صخر لكم جنود الارض والسماء يكون لكم عون معين لكم ولنا يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته